منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة التوارئ الدولية لمواجهة فيروس كورونا الجديد العالم يعيش حالة من الرعب والخوف من انتشار الفيروس وطبعا المتهم الأول هو الحيوانات البرية النهاردة هنشوف دور الحيوانات البرية في نقل فيروس كورونا الجديد وهل هي مزنبة ولا بريئة من الموضوع ده كله فيروس كورونا والحيوانات البرية حالة النهاردة من زوريا وانا احمد صلاح الكورونا هي عائلة من الفيروسات بتصيب الحيوانات والطيور والإنسان وكورونا يعني التاج وده لأن الفيروس عليه سبايك بتكون شبه التاج وفيروس كورونا في الإنسان بيتسبب في أعراض تنفسية زي أي دور برد عادي لدرجة أن بعض العلماء بيقولوا أن كل إنسان على وجه الأرض اتصاب في مرحلة معينة بفيروس كورونا أقصد أقول أنه من العادي جدا للإنسان يتصاب بفيروس كورونا وهيبع عنده دور برد متوسط لجديد شوية بس في الآخر هيعدي الكورونا كمان بتصيب الحيوانات وهنا بتيجي المشكلة أن الفيروس عنده القدرة على التطور أو التحور جوه الحيوان علشان يكون شكل جديد ممكن يصيب به الإنسان وهنا بتيجي المشكلة أن الفيروس الأساسي اللي بيصيب الإنسان الأجسام المناعية اللي جوه الإنسان بتقدر تتعامل معه كويس ومتعرفها عليه قبل كده بينما الفيروس اللي تطور جوه الحيوان وبعد كده أصاب الإنسان الأجسام المناعية اللي جوه الإنسان لسه ما تعرفتش عليه يعني لسه هتبدأ تبني أجسام مناعية من أول وجديد علشان تحاول تتغلب على الفيروس ويتقدر يا ما تقدرش وتطور الفيروس اللي هو يتنقل من الحيوان للإنسان حصل قبل كده حصل سنة 2002 مع سارس أو المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة لما تنقل الفيروس من الخفافيش وحيوان السيفت كات أو قط الزباد للإنسان والكلام ده حصل في الصين برضه وكانت حصيرة الإصابات ساعتها 8089 حالة إصابة حول العالم و774 حالة وفاة وحصل تاني سنة 2012 مع ميرز أو متلازمة التنفسية للشرق الأوسط لما تنقل الفيروس من الجمال للإنسان والكلام ده حصل في السعودية وكانت حصيلة الإصابات حول العالم 2494 حالة إصابة و858 حالة وفاة طيب إيه بقى موضوع فيروس كورونا الجديد؟ قبل ما نتكلم عن موضوع فيروس كورونا الجديد تعالوا نتفق كده الأول إن الصينيين بيأكلوا كل ما هو كائن حي يعيش على كوكب الأرض سواء كان حيوانات أو طيور أو زواحف أو أسماك أو بر مائيات أو حشرات أو حتى ديدان لدرجة إن بعض المطاعم في الصين بتقدم الأجنة البشرية المجهضة في بعض الوجبات وده لإعتقاد عندهم إن كل حيوان أو حشرة بيقدم بشكل أو بآخر فائدة صحية عظيمة جدا لجسم الإنسان نرجع بقى لفيروس كورونا الجديد ظهر فيروس كورونا الجديد لأول مرة في مدينة وهانت الصين في سوق للمأكلات البحرية وهم عرفوا إزاي يعني إن هو ظهر في السوق ده بالذات لأن كل الحالات اللي جاية كان الشيء المشترك بينهم إن هما جايين من المكان ده بمعنى إن سوق المأكلات البحرية في المدينة دي هو مصدر المرض بس سوق للمأكلات البحرية ده فيروس كورونا أصلا بيش بيجي في الكائنات البحرية بس في السوق ده كمان بيتقدم التعابين كوجب الطعام وفي نوعين من التعابين في الصين بيتقدموا كغذاء النوع الأولاني هو الميني بانديد كريت والنوع التاني هو الشينيس كبرى وتعملت ورقة بحثية بتقدم بعض الدلالات إن السعابين ممكن تكون هي مصدر المرض البحث بيقول إن التحليل فيروس كورونا لقوا إن الفيروس متركب من جزئين الجزء الأولاني منه مشابه للفيروس اللي بيصيب الخفافيش والجزء الثاني لمصدر مجهول بس لقوا إن الليسبايك بتاعة الفيروس اللي هي اللي بتعمل شكل التاج دي متوافقة مع مستقبلات الخلايا اللي موجودة في التعابين ولإن مكان الإصابة مفهوش خفافيش فمعنى كده إن التعابين ممكن تكون هي مصدر المرض بس الورقة البحثية دي كان عليها بعض الانتقادات أولا هم معزلوش الفيروس من التعابين هم يدوبك بس قالوا إن مستقبلات الخلايا اللي موجودة في التعابين متوافقة مع السبايكس الموجودة على فيروس كورونا بالإضافة إن فيروس كورونا متعزلش قبل كده من التعابين حاجة كمان إن التعابين تعتبر من زوات الدم البارد بمعنى إن درجة حرارة جسم التعبين بتختلف باختلاف درجة حرارة الجو بينما الإنسان من زوات الدم الحار يعني درجة حرارته بتبقى ثابتة عند 37 درجة بغض النظر عن درجة حرارة الجو الخارجي وعلشان كده من الصعب الفيروس اللي بيصيب التعابين إنه يصيب الإنسان وده بسبب اختلاف درجة الحرارة ما بين جسم التعبين وجسم الإنسان وهنا بدأنا جولة جديدة لمعرفة مصدر الفيروس تم تحليل التتابع الجيني لفيروس كورونا الجديد وامكرنته مع 200 تتابع جيني آخر لفيروسات كورونا المعروفة اللي بتصيب الحيوانات والإنسان وكانت النتيجة إن فيروس كورونا الجديد متشابه بنسبة 88% مع الفيروسات اللي بتصيب الخفافيش ومشابه بنسبة 79% لفيروس صارس اللي كان صاب قبل كده الإنسان في 2002 وبنسبة 50% مع فيروس ميرس اللي أصاب الإنسان في 2012 يعني النسبة الأكبر كانت للخفافيش والصينيين بيحب يأكلوا الخفافيش وعندهم شربة مميزة اسمها الباتسوب أو شربة الخفاش بالإضافة طبعا للخفافيش المحمرة وعلى الرغم إن نسبة التشاوه ما بين الفيروس الجديد والفيروسات اللي بتصيب الخفافيش وصلت لـ 88% إلا إنهم قالوا إن ده برضو مش كفاية عشان يحصل إصابة للإنسان وإن أكيد فيه عقل وسيط ما بين الخفاش والإنسان بمعنى إن أكيد الخفاش أصاب حيوان تاني والحيوان ده هو اللي أصاب الإنسان بالفيروس وهنا بدأنا رحلة بحث جديدة لمعرفة مصدر المرض لغاية لما وصمنا الحيوان اسمه بنجولين أو آكل النمل الحرشوفي وده حيوان من الإسمه كده بيتغزع على الحشرات خاصة النمل وهو الحيوان السدي الوحيد اللي عنده كشور خارجية أو سكيلز لأن معروف إن الزواحف هي اللي عندها السكيلز أو الكشور الخارجية دي وهو أصلا حيوان معرض للإنقراض يعني الإنسان اللي بيأكل البنجولين دوت مصبته مصبتين إنه أصلا بيستعد حيوان معرض للإنقراض وكمان بيأكله وبتحليل فيروس كورونا اللي معزول من حيوان البنجولين أو آكل النمل الحرشوفي لو مشابه لفيروس كورونا الجديد اللي بيصيب الإنسان بنسبة 99% آه يبقى أكيد حيوان البنجولين ده هو مصدر المرض وهو اللي عمل كل المشكلة الكبيرة دي قاله برضو لا ما نقدرش نأكد الكلام دوت دلوقتي غير لما نحلل كل العينات الحيوانية اللي كانت موجودة في السوق بتاع المأكلات البحرية ده ودي مشكلة كبيرة جدا جدا انت عارف ليه؟ لأن الحيوانات البرية في الصين بتتبع في أسواق شعبية يعني الحيوان بيبقى محطوط في الأفص للعرض أمام المرة وبيتدبح وبيتسلخ في الشارع وبيتطبخ في الهواء الطالقة عادي قدام النار فتخيل معايا نسبة التلوث قد إيه وكمان نسبة الميكسيد انفكشن اللي هو اختلاط العدوى ما بين الحيوانات المختلفة المترمية في الشارع دي وعلشان يحددوا أصل المرض من الكمية المهولة من الحيوانات البرية اللي موجودة في السوق الشعبي ده هياخد منهم وقت طويل جدا جدا وبصراحة الوقت مش في صالحهم وعلشان كده هم ماشيين في الطرقين إيجاد علاج سريع للبشر وإيجاد مصدر المرض طيب هو يهمهم إيه أصلا في معرفة مصدر المرض إيجاد مصدر المرض هيسهل عليهم إيجاد العلاج المناسب ومنع انتشار المرض وكمان علشان نقفل حلقة المرض بمعنى إحنا مثلا لقينا علاج خلاص للمرض والناس التالت تخفي بالعلاج ده بس الفيروس الأصلي اللي موجود في الحيوان لسه موجود وممكن يتطور تاني ويطلع سترين جديدة أو عترة جديدة وتصيب الإنسان وتكون أكثر ضراوة من العترة أو النوع اللي موجود دلوقت فلما نقضي على الفيروس الأصلي الأساسي اللي موجود في الحيوان أنا بضمن نوعا ما إن ما تظهرش مشاكل تانية جديدة بعد كده منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة التوارئ الدولية لمواجهة فيروس كورونا الجديد وبش هنقدر نحدد الإصابات قد إيه وده لإن الإصابات في حالة تزايد كل يوم عن التاني بس لغاية وقت إذاعة الحلقة ديت إحنا عندنا تسعة وخمسين الف ستمية واحد وخمسين حالة إصابة و الف تلتمية تنين وستين حالة وفاة حول العالم وطبعا أغلبهم في الصين وأنا عاوز أقول لك إن الأرقام بتتزايد بشكل رهيب جدا لدرجة إن لما كتبت الحلقة كنت كتب معدل إصابات معينة وقبل تصوير الحلقة بساعة واحدة بس لقيت الرقم ذات بشكل كبير جدا والأرقام ديت أكبر بكتير جدا من مجموع إصابات حالات صارس وميرس اللي اتنين مع بعض في السنين المختلفة كلها وخلي بالك إحنا لسه في أول شهرين بس من المرض وفي آخر الحلقة أنا عايز أسأل سؤال هل الحيوانات البرية فعلا مزنبة في انتشار فيروس كورونا وهي السبب في كل اللي بيحصل ده الإجابة طبعا لا الحيوانات البرية مكانها في الغابة وموائلها الطبعية بش مكانها أبدا جوه الأسواق ووسط الناس الغريب أن الإنسان فكر أنه بتدميره للحياة البرية والأرض أنه هيعيش في سلام طبعا لازم يدفع التمن وأعتقد أن جاء وقت الحساب احتراق مساحات شاسعة من غابات أستراليا موت أكتر من نصف مليار حيوان ودلوقتي فيروس كورونا الجديد ربنا يرحمنا برحمته لو عجبتك الحلقة بتاعت النهاردة ما تنساش الكومينت والشير ولو أنت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبس كرايب واتفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من زوريا وأنا أحمد صلاح